السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا اليوم إن شاء الله سوف أتشارك معكم وصفات هي لتبييض بشرة الوجه وأيضا تفتي حتى بشرة الرقبة كما نعلم تتعرض البشر يوميا للكثير من العوامل التي تؤثر على نظارتها وبالتالي قد تغير من لونها ولهذا فمن المهم معرفة ما هي الأسباب نجد أشعة الشمس كذلك الإهمال أيضا عدم تقشير البشرة يؤدي أيضا إلى إصمرارها وكذلك جفاف البشرة لأن عدم ترطيب البشرة بشكل يومي يؤدي إلى إصمرارها إذن على بركة الله سوف نتعرف على أول مرحلة في هذا الفيديو وهي مرحلة التقشير ضرورية حتى نتحصل على بشرة نقية لاستقبالها للمسكات إذن على بركة الله بالنسبة لأول مكون لدينا هنا لدينا السكر الخشن سنضيف تقريبا مقدار ملعقة من السكر الخشن استخدموا سواء السكر الخشن أو القهوة التي تكون مطحونة مطحون البن لأنها كذلك تعمل على تقشير البشرة ثم سنضيف كذلك زيت أي نوع زيت متوفر لديكم أنا هنا سوف أضيف زيت جوز الهند سأضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وأقوم بالخلط جيدا حتى نتحصل على شكل سكراب أو شكل مقشر ممتاز رائع جدا نخلط جيدا بعد ذلك تقومون أولا بتنظيف بشرتكم بماء فاتر حتى تتفتح المسامات وبعدها سنأخذ من هذه الوصفة أو من هذا المقشر وسنبدأ بالفرق بحركات دائرية لا نقوم بالضغط بالنسبة لبشرة الوجه نستمر هكذا تقريبا مدة دقيقتين إلى يعني ثلاث دقائق نقوم بالفرق جيدا نركز دائما على مناطق تواجد الرؤوس السوداء مثل الدقن كذلك الأنف الخدود أيضا إذا بها رؤوس سوداء أو الرؤوس البيضاء سيعمل لنا كذلك هذا المقشر على إزالة الخلايا الميتة ثم بعد مرحلة التقشير تقومون بغسل بشرتكم بماء فاتر ثم سنمر لعمل الوصفة الأولى إذن على بركة الله بالنسبة لأول وصفة ستكون وصفة سحرية مبيضة مرتبة للبشرة سنحتاج فيها إلى أول مكون ألا وهو الحليب المجفف أو حليب نيدو فهو مكون ممتاز مبيض كذلك يحتوي على حمض اللاكتيك المبيض والمرطب للبشرة ثم سنضيف له مكون آخر ممتاز سيساعد كذلك على تبيض البشرة وهو الدقيق الأبيض الذي نستخدمه في صنع الحلويات والمخبوزات إذن بعدما وضعت هنا مقادير متساوية تقريبا مقدار ملعقة من الدقيق الأبيض وأيضا ملعقة من الحليب المجفف سنضيف هنا الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهم وسأضيف كآخر مكون تقريبا ملعقة صغيرة من ماء الورد وسأحاول جيدا أن نقوم بالخلط إلى غاية ما نتحصل على قوام كريمي بالنسبة لهذه الوصفة ضعوها على بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة اليدين أيضا الأماكن التي بها الإسم رار في الجسم نخلط جيدا حتى نتحصل على قوام يكون كريمي بهذا الشكل بعد ذلك على بشرة نظيفة بعد تقشيرها سنقوم بفرد هذه الوصفة نوزع هذا الماسك أو هذا القناع على كامل بشرة الوجه بشرة الرقبة أيضا لمن لديها بقع صمراء أو تصبغات تحت العينين أضيف كذلك هذه الوصفة لبشرة تحت العينين كذلك سوف تعمل لكم على شد البشرة لأن وضعنا بها الدقيق الأبيض يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد على البشرة سنترك تقريبا هذه الوصفة أو هذا القناع على البشرة مدة نصف ساعة إلى غاية ما يجف بعدها ستقومون بإزالته وذلك بطريقة الفرق هكذا كأننا نقوم بعمل تقشير لأنه سوف يجف ويساعدكم عندما يجف في تقشيره إزالة كذلك الخلايا الميتة ويعمل على تبيض البشرة بامتياز هذا الماسك يجب المداومة عليه بشكل يومي إلى غاية ما تتخلصون من الإسمرار إن شاء الله النتائج سوف تكون مرضية وتظهر منذ الأسبوع الأول هذا بالنسبة للوصفة الأولى سنمر إلى التعرف على الوصفة الثانية بالنسبة لتاني وصفة سنحتاج فيها إلى الشوفان أو الخرطة المطحون الشوفان خذوا الشوفان وقوموا بطحنه ثم غربلته وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة سأضيف مكون آخر وهو النشا نشا الدراء أو ما يسمى بالميزنة سأضيف ملعقة صغيرة من نشا الدراء بالنسبة لهذه الوصفة فهي ممتازة مبيضة بامتياز ولكن بالنسبة لدوات البشرة العادية أو البشرة الدهنية لأنني سأضيف لها ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامد بالنسبة لمن تريد استخدام هذه الوصفة وبشرتها حساسة استعملوا بدل عصير الليمون الحامد الحليب السائل الكامل الدسم أو الياغورت أي الزبادي يعني هنا لكم الاختيار في استبدال أو تعويض عصير الليمون الحامد وضعت الآن ملعقة صغيرة من العسل العسل الطبيعي عسل النحل إذن كما رأيتم بعدما وضعت كل المكونات سوف نقوم جيدا بالخلط نقوم بدمج المكونات إلى غاية ما تتجانس مع بعضها البعض هذه الوصفة فهي مبيضة بامتياز لا تنسوا دائما عند تطبيقكم لأي قناع على بشرة الوجه تطبيق كذلك القناع على بشرة الرقبة حتى نتحصل دائما على بشرة أو لون موحد كما تلاحظون حصلنا على قوام أو خليط بهذا الشكل الآن على بشرة تكون نظيفة سنبدأ في توزيع القناع بداية دائما أنصحكم ألا تنسوا الرقبة كذلك هذا القناع سوف يعمل لكم على ترطيب بشرتكم تبيضها تفتيحها وإعطائها نظارة فقط يجب أن تداوموا على هذه الوصفة تقريبا بشكل يومي حتى تحصلون على نتائج رائعة إن شاء الله ومرضية إذن حبيباتي كما رأيتم وصفت اليوم هي كلها بمكونات طبيعية أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك وأيضا لا تنسوا تشجيعي بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إذا كان لديكم أي سؤال أو تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا فقط أتركوا لطلباتكم وأسئلتكم في التعليقات سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء